طبعاً الجايزة أخذها رئيس كولومبيا احنا نتمنى له التوفيق ونتمنى للنشهر اللي عطت الجايزة لرئيس كولومبيا انه يكون قرار صحيح احنا نشكر كل انسان ساعدنا اياً كان احنا راح نستمر في عملنا سواء الحظينة بجأس لوبين ألم نحصل كل طفل من تحت الأنقاض هي أكبر جائزة لكل عنصر من عناصر الدفاع المدني السوري كنا نحنا نتمنى من اللجنة تنظر للعمل اللي قدموا الدفاع المدني يعني أربع سنوات تحت القصف وتحت الطيران والبراميل الدفاع المدني يقوم بالعمل على مدار 24 ساعة هلا هو بالحقيقة كان فيه إحباط الإحباط موء لأنه أنا خسرت أنا بعرف حالي أني أخذت الجائزة كانت جائزتي من نظرة امرأة طالعت طفلة من تحت الأنقاض عايش أخذت جائزتي قبل ما يفكروا بموضوع نوبل السلام نحنا لما اطوعنا ما كان في بالنا شيء اسمه نوبل السلام ما تضوعنا للاجل نوبل السلام طوعنا بعد دافع إنساني هدفنا وغايتنا كانت معروفة هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الضحايا من تحت البرقام ومن تحت الصواريخ والقزائج والقناة بالعقودية كنت بتوقع أنه نأخذها بما أنه كان مدافع إنساني شعارك اللي طالع مئات النساء من تحت الأنقاض نحب نوجه لهم كلمة بس يعني نحنا وقت تقييمنا أو إذا ربحنا جائزة نوبل بيكونوا هن يمقدرين عملنا بس في هذا الشيء اللي صار طبعا من هني اللي فاز بس كنا حابين نشوف حدا يقدر عملنا ولكن ما حد تقدر عملنا ما في حدا منه يقدر عملنا طبعا عملنا نحنا متابعين فيه بإذن الله وما رح نوقف حتى نرجع نعمر سوريا من أول وجديد نحنا ما بدأنا في عملنا منشان والله جائزة نوبل ولا جائزة غيرها بس هي عبارة عن جائزة معنوية وتشجيع لأهلنا لعملنا بس نحنا بدأنا في عملنا كرامي لأهلنا وللسوريا وللشعبنا هون وعننا كل ما بننقذ طفل أو إمرأة أو جريح يعني عبارة عن جائزة قلنا وأنه أهل يتشكرون أحسن من كل جائزة نوبل ترجمة نانسي قنقر